شيئاً فشيئاً يغرق القتل العشوائي والمعاناة مدينة تعز تلك حالها مند اشتاحتها الميليشيا قبل عام ونصف حيث لعاصمة للأحياء السكنية من القذائف وصواريخ الموجهة تتركز المعارك حالياً في حي ثعبات وكلابة والدعوة شرق المدينة وحي الزنوج وعصيفرة شمالاً واللواء 35 والضباب غرباً كما تطال دوامة العنف مناطق في ريف المحافظة والتحديد الوازعية وحيفان وبالتوازي مع تحرك العسكري للميليشيا تسير عمليات أمنية يومية تقول المصادر إن ضباطاً موالين للرئيس المخلوع هم من يرسمون خطى قوات الميليشيا على الأرض بتقسيم مدينة تعز إلى مربعات أمنية وجل المستهدفين مدنيون وبينما يصرح رئيس الحكومة بأن النصر حليف تعز تكتف الميليشيا من حسودها العسكرية وقصفها للأحياء السكنية وتشديد حلقة الحصار على إثر هذا التصعيد الأخير دقت اللجنة الطبية في المدينة نغوص الخطر جرأ عجز المستشفيات عن استيعاب الضحايا ومعالجتهم وحذرت اللجنة من قرب إغلاق بقية المرافق الصحية بسبب الحصار كما حذرت من كارثة صحية وشيكة في حال عدم تدارك الوضع الصحي والالتفات إليه ودعمه من قبل السلطة المحلية والحكومة الشرعية على هذا الحال تبدو تعز كمن تتقادفه أمواج عاتية من العنف والفوضى يكافح كي لا تطويه عتمة القهر وأن لا تعود به عقارب الزمن إلى الوراء اشتركوا في القناة